الحرية في المسيح هي الحرية من الخطية الحرية من ايه؟ اولا من عقابها من عقاب الخطية لانه بصراحة ألغت الديون التي كانت علينا مكتوب احباء في نبوة اشعياء وهو مجروح لاجل معاصينا مصحوق لاجل اثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره بجراحات شفين الذي بجلدته شفيتم هذا الشفاء هو شفاء الذي يعطي الشفاء الكامل نفسا وجسدا وروحا وهو الذي يشفي ايضا الاراضة فاذا نحن نتحرر احبائي من عقاب الخطية التغدين خلاص كنا مديونين وملحوقين لكن حررنا الرب شيء تاني الرب حررنا من ممارستها نعلم بمعونة الرب اننا منتصرون نتغلب عليها نتغلب على العادات الخاطئة اللي كانت طبعا تهزمنا وبتخدعنا ايضا ثم اعلان تحررنا لانه مكتوب واما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية طبعا احنا بتكلم عن الحرية في المسيح حرية الروح القدس يقول الكتاب ثم بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب اذا لست بعد عبدا بل ابنا وان كنت ابنا فوارث لله بالمسيح طبعا المسيح في سياق الحديث وهو بيتكلم عن الحرية صوب سهم سيف ذو حدين سهم مبري ضد كبرياءهم وركز على التحرر من قيد الخطيئة قيد الذات قيد الشيطان اشتركوا في القناة